شهدت محافظة الفيوم إقبالاً كثيفاً من قبل المصريين والأجانب على معارض وورش المنتجات اليدوية في مهرجان قرية تونس للخزف والفخر المهرجان يهدف إلى الترويج لفن الخزف والفخر بالإضافة إلى أنه يعد فرصة جيدة للتعرف على الأماكن السياحية بالمحافظة إقبال كثيف من قبل المصريين والأجانب على معارض وورش المنتجات اليدوية في مهرجان قرية تونس للخزف والفخار التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم ونعرض منتجنا الخوز زيدة شغل يدوي من النخيل بتاع النخل وهم مشهورين بالخزف لأنهم أول ناس عملوا الخزف هنا في تونس في كارية تونس وطبعا كل معارض بنفرش فيه بشتغل سجاد يدوي بنشتغل أنواع كتيرة بنشتغل في بران بنشتغل حرير وبنشتغل في سكوز ومعنا رسمة وبنمشي عليها ونجيين هنا النهاردة المهرجان عشان خادر نعرض شغلنا قرية تونس تنظيم مهرجانا سنويا ليهدف إلى ترويج لفن الخزف والفخار بالإضافة إلى أنه يكون فرصة جيدة لتعارف على الأماكن السياحية بالمحافظة ويحضره عدد كبير من الفنانين من داخل مصر وخارجها بنشتغل شغل حرفي أدوية وبنعمل شغل كرشي وتطريزي أدوي أنا مفسوطة النهاردة أن أنا بشارك في مهرجان تونس شاركت قبل كده في معرض ديورنا كان في كايروفستفال ومشاركة في مبادرة اسمها كفوف الشغل بتاعي أنا بعمل شغل مكرمية وبعمل شغل خرز وشغل خيش حاجات عادي التدوير برضو بستغلها وبعد تدويرها تاني بالخيش المهرجان الذي يواصل على مدار يومين سيتم خلاله افتتاح منطقة السواق بعد تطويرها وسط مدينة الفيوم مهرجان القرية التونس للحرف والصناعات اليدوية والخزف ودي أحد الحاجات الحقيقة الناس سواء مصريين أو أجانب أو عرب يهتموا أن هم يجوا يشوفوها إزاي قرية بسيطة جدا جدا من الريف المصري تطور الصناعة اللي فيها وأصبحت صناعات يدوية متميزة كل بيت مصري بيحب أنه هو يبقى عنده طقم شاي عنده هذه الخزف المنتجات الخزفية وبالتالي كمان السائحين بيحبوا جدا أنه هم يشوفوا ويقتنوا مثل هذه الخزفيات نحن نشارك في مهرجان تونس للخزف نشارك بأعمال فن نحت على الخشب والرخام والجرانيت معنا برضو أركت ورسم نحن مجموعة شباب ولاد وبنات باسم كيمة عنخ الفريق بتاعنا حياة أرض مصر نحن مركزين دايما على الهوية المصرية في أعمالنا وضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومية افتتح محافظ الفيوم أحمد الأنصاري مهرجان تونس للخزف والفخار والحرف اليدوية في دورته العاشرة بعد توقفه لسلسة أعوام مهرجان تونس للخزف والحرف اليدوية يشارك فيه نحو أربعين عارضا وعارضة يمثلون وزارة البيئة وعددا من المدريات بالمحافظة والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بجانب المعارض الشخصية المهرجان يتضمن قولات للزائرين بمعارض الحرف اليدوية وفقرات فنية وموسيقية وبدوية بالشارع الرئيسي لقرية تونس السيحية ويتضمن أيضا زيارة لمتحف مركز الفيوم للفنون وزيارة لمدرسة تعليم صناعة الخزف والفخار وأبراج الحمام وكذلك هناك زيارة للخيام البدوية مع تناول الشاي البدوي والمشاركة بالورش الحية لصناعة الخوصة والفخار والسجاد وأنشطة بمزرعة كومي الدكة بالإضافة إلى رسم على الجداريات والبرتريهات واللوحات الزيتية